هكذا بدأ معبر أو مركز المصنع الحدودي بين سوريا ولبنان بالأمس الآلاف من اللبنانيين والسوريين غادروا لبنان نزوحا وهربا من القصف الإسرائيلي إلى الداخل السوري طبعا هذا المعبر نفسه بدأ مقتضا هكذا وأكثر أيضا خلال أوج سنوات الحرب في سوريا عندما عبره ملايين السوريين هربا من الحرب في بلادهم ليبدأ اليوم ما وصف بموجة النزوح أو الهجرة العكسية شاملة عائلات لبنانية ومقيمين ولاجئين سوريين في لبنان إثرس هداف إسرائيل للجنوب اللبناني والبقاع على وجه الخصوص المقاطع التي تداولها رواد مواقع التواصل أظهرت التوابير الطويلة من السيارات المنتظرة عند المعابر المختلفة المؤدية إلى سوريا من بين النازحين العديد من اللبنانيين بعضهم وصل سيرا على الأقدام حاملين ما بوسعهم من أمتعاء بينما تظهر المشاهد أيضا حشودا كبيرة تشمل النساء والأطفال والرضع ينتظرون في صفوف بعد قضاء الليل في العراء وقالت مصادر أمنية سورية نقلت عنها وسائل الإعلام إن نحو 500 شخص لبناني عبروا الحدود عبر معبري القصير والدبوسية وما تزال المركبات تعبر منذ ساعات الصباح الأولى ويتجه الأهالي نحو منازل الأصدقاء والمعارف في ريف حمص وفي مدينة حمص أيضا بينما نقلت جريدة الوطن السورية أن أكثر من 5000 شخص عبروا من لبنان إلى سوريا من ضمنهم 3000 شخص من الجنسية السورية وألفاء لبناني هذه مشاهدين سيدة لبنانية تنتظر مع أطفالها للعبور من الحدود اللبنانية إلى سوريا وقالت إنها بعد القصف العنيف تريد مكانا آمنا لأولادها الوضع صعب صعب ويخوف ما فيك تخلي الأولاد بهاك واضعا هونيك كرمال هاك كيف كانت جاي صعب كتير طريق كتير صعب يعني نحن منجي على سوريا بس هلأ نحن من السابح طلعين وبعدنا على الطريق الأولاد ما أدري يتحملوا الوضع ما بعرف أنا ما حبهت أنه يضلوا هونيك طيب دعونا نرى أهم المناطق التي نزح منها اللبنانيون أكثر النازحين هم في مناطق أو من مناطق جنوب لبنان مرجعيون وبنت جبيل وقضاء الصور والنباطية التي نزح أهلها بكثافة منذ بدء القصف العنيف الذي طال القرى والبلدات في هذه المناطق وأيضا حركة النزوح كانت كثيفة من البقاع حيث دمر القصف والغارات الإسرائيلية بيوتا وقرى بأكملها وهرب النازحون من اللبنانيين والسوريين اللاجئين في هذه المناطق إلى سوريا طيب مفوضية الأمم المتحدة للاجئين قالت إن التفجيرات المدمرة في لبنان تحصد أرواح الأبرياء وتجبر الآلاف على الفرار وأكدت المفوضية أن هذه الحرب دمرت مناطق عدة في لبنان ولا يمكن قبول الخسائر التي لحقت بالمدنيين وتقدر المفوضية عدد النازحين من البيوت في لبنان بأكثر من 27 ألف شخص خلال الثماني وأربعين ساعة الماضية طيب مشاهدين الرئيس بشار الأسد الذي تساءل كثيرون حول غيابه خلال الفترة الماضية وما حملته من تطورات وتصعيد طال حلفاءه ظهر أخيرا أمس خلال ترأسه لاجتماع مجلس الوزراء الجديد وأوعز للوزراء بالقيام بكل ما بوسعهم لمساعدة النازحين اللبنانيين شاءت الأقدار والظروف أن تبدأوا عملكم اليوم في ظل الهجمة الشرسة للصهاينة على أشقائنا في لبنان جرائم بلا حلول من صعب أن نصفها أو أن نتحدث عنها ولكن مع ساعات الأولى لعملكم يجب أن يكون العنوان الأساسي الآن في هذه الساعات وفي تلك الأيام قبل كل العنوان الأخرى كيف يمكن أن نقف مع أشقائنا في لبنان بكل المجالات وبكل القطاعات من دون استثناء ومن دون تردد على مواقع التواصل علق بعض السوريين على نزوح اللبنانيين إلى سوريا بين مرحب ومستذكر لما واجهه سوريون من عنصرية تصاعدت مؤخرا ضدهم في لبنان قبل التصعيد الأخير مع إسرائيل بينما أشار أخرون لضرورة مساعدة السوريين أولا مراد عبد يقول السوريون نزحون في جنوب لبنان من أكثر المتضررين من القصف الإسرائيلي خاصة أولئك المطلوبين لنظام الأسد فالخيارات المتاحة أمامهم محدودة للغاية فالعودة إلى سوريا تعني مواجهة خطر الاعتقال والتعذيب في سجون الأسد وإذا قرروا النزوح إلى مناطق لبنانية أخرى سيواجهون العنصرية والكراهية في ظل الضغط الكبير الذي يعانيه لبنان بسبب نزوح اللبنانيين أنفسهم وارتفاع الطلب على المنازل أما فيصل علي فيقول سبحان الله قبل سنوات عدد لا يحصى من عوائل العراقيين والسوريين كانت تهرب من هجمات حزب الله والفصائل المرتبطة معه واليوم الحزب وعوائله يهربون وبنفس الطريقة حساب امتي يقول موجة النزوح الكبيرة من لبنان باتجاه سوريا مشكلة حقيقية تواجه النظام السوري في حال استمرت تصعيد بين حزب الله وإسرائيل وتطور نحو مواجهة شاملة النزوح بحاجة لخطة أمنية محكمة وقبل كل شيء بحاجة لدولة مستقرة أمنيا وسياسيا واقتصاديا وإلا ستتحول الأزمة إلى وبال على الدولة المضيفة سوريا اليوم ليست سوريا عام 2006 طيب مشاهدين لما ينزح بعض اللبنانيين إلى سوريا وليس إلى مناطق أخرى في لبنان رغم فتح لبنانيين كثر بيوتهم لاستقبال النازحين إلا أنه في الوقت ذات احدث كثيرون على مواقع التواصل عن ارتفاع مفاجئ هائل بأجارات البيوت في لبنان ولكن أيضا بالنسبة للكثير من سكان الجنوب اللبناني فقد غادروا لبنان إلى المناطق التي يتمركز فيها عناصر حزب الله داخل سوريا مثل القصير والزبداني تأتي موجة النزوح اللبناني إلى سوريا في وقت يوجد به أكثر من سبعة ملايين نازح سوري داخليا بحسب تقديرات الأمم المتحدة ترجمة نانسي قنقر